لم يكن يوما كسائر الأيام يوما دخلت قوات الاحتلال الأمريكي لعاصمة العراقية بغداد عاصمة الحضارة العربية والإسلامية لقرون لترسم نقطة تحول كبرى في تاريخ العراق والمنطقة وتصنع علامة فارقة في تاريخ العدوان على الشعوب والعبث بمقدراتها كانت الولايات المتحدة قد حشدت على مدار أشهر ترسانتها الإعلامية قبل العسكرية تمهيدا لغزو بغداد تحت ذرائع وحجج شتى تبين لاحقا وباعترافات أصحابها أنها مفبركة أو مضخمة وأن الهدف يكمن في تدمير العراق هذا البلد الذي يمثل ركيزة أساسية في التوازن الذي احتفظت به المنطقة خصوصا أمام الأطماع الإيرانية قبل أن تأتي أمريكا وتفتح عليها بوابة الجحيم عشرات الآلاف من الطلعات الجوية وآلاف الصواريخ والقذائف ومختلف الأسلحة منها المحرم دوليا ومنها ما جرب لأول مرة استخدمت لتمهد الطريق أمام القوات المحتلة لدخول عاصمة الرشيد بعد أن خالت عدد من المعارك كانت أعنفها تلك التي جرت على أرض مطار بغداد قبل أن تسهم عوامل عديدة في فسح الطريق لدخول الغزاة لتبدأ رحلة الشقاء العراقي الذي صنعته أمريكا مباشرة وبالاستعانة أيضا بأدواتها في العراق والمنطقة وحالما أحكمت قوات الاحتلال قبضتها على بغداد بات الطريق سالكا أمامها إلى باقي مدن العراق لتشرع بعملياتها القذرة ابتداء بالسلب والنهب الذي سهلته وشجعت عليه ثم بحل الجيش العراقي على يد الحاكم المدني سي الصيد بول بريمار Con the wise decision of Grand Ayatulah Sistani the Shia, who were certainly a majority of the population were cooperating with the occupation And the Shia leaders we spoke to about the army were just as clear as the Kurds had been and they said as well we cannot cooperate with you if you're going to bring back Saddam Hussein's army تبع ذلك المجيء بطبقة سياسية خربت البلد ونهبت ثرواته وجعلتها دولا بين زعامات عملية سياسية فاشلة أو في خدمة أجندات مريضة حذ استلمت إيران زمام المبادرة وبدأ فصل جديد في تاريخ العراق عنوانه القتل والدمار والظلم والإقصاء والتهجير وغيرها من المفردات التي طبعت حياة العراقيين وغيرت طريقة معاشهم كتغير معالم بغداد التي شوهت نتيجة السياسات الطائفية التي أهدرت دماء العراقيين وفرقت شملهم ناهيك عما شهدته البلاد منذ لحظة الغزو وإلى اليوم من فوضى سياسية واجتماعية واقتصادية أضاعت معالم الدولة ومزقت النسيج المجتمعي لبلاد كانت يوما مضربا للمثل في التقدم والحضارة وفي الاستقرار